التفاصيل الصادرة عن ناسا المتعلقة بكوكب المريخ أعلنت مهمة ناسا ميفين التي تهدف إلى دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ أنها توصلت إلى تحديد العملية التي لعبت دوراً أساسياً في تغيير مناخ المريخ من مناخ دافئ ورطب وقد يكون قادراً على دعم نشوء الحياة سابقاً إلى مناخ بارد وجاف كما هو حال المريخ اليوم وقد سعادتنا المعلومات التي قدمتها مهمة ميفين في تحديد نسبة خسارة الغاز في الغلاف الجوي للمريخ بسبب الرياح الشمسية كما دلت الأبحاث على أن تآكل الغلاف الجوي للمريخ يزداد بشكل ملحوظ أثناء العواصف الشمسية يقول جون جرانسفيلد رائد الفضاء والمدير المساعد للمديرية بعثة ناسا للعلوم في واشنطن يبدو أن المريخ كان يتمتع بغلاف جوي سميك دافئ لدرجة تسمح بوجود الماء بشكله السائل على سطحه وكما نعلم فإن الماء هو وسط داعم لنشوء الحياة وعنصر مهم من عناصر الحياة بشكلها الذي نعرفه ويضيف فيقول إن فهم ما حصل لغلاف المريخ الجوي سوف يغني معرفتنا حول طريقة تطور الغلاف الجوي لأي كوكب فإن معرفة سبب تغير بيئة الكوكب ما من بيئة قد تدعم حياة الميكروبات على سطحه إلى بيئة لا تدعم ذلك هو أمر مهم وهو سؤال ملح حاولت بعثة ناسا إلى المريخ الإجابة عليه وتشير قياسات ميفين إلى أن الرياح الشمسية تجرد غلاف المريخ الجوي من حوالي 100 غرام من الغاز في كل ثانية أي ما يعادل تقريبا ربع باوند يقول بروس جاكوسكي الباحث الرئيسي في ميفين من جامعة كولورادو في بولدر إن الأمر يشبه سرقة بضعة قطع نقدية صغيرة من خزنة كل يوم بحيث لا يكون الأمر ملحوظا في البداية لكن الخسارة تصبح كبيرة بمرور الوقت ويضيف فيقول لقد وجدنا أن تآكل الغلاف الجوي ازداد بشكل ملحوظ خلال العواصف الشمسية ولذا فإننا نعتقد أن معدل تعرية المريخ من غلافه الجوي كان أكبر بكثير قبل مليارات السنوات عندما كانت الشمس أصغر سنا وأكثر نشاطا بالإضافة إلى ذلك هزت سلسلة من العواصف الشمسية القوية الغلاف الجوي للمريخ في آذار 2015 ووجدت بعثة مافين فرقا واضحا في الغلاف الجوي للمريخ بعد انتهاء تلك العواصف مما دل على سرعة تآكل غلافه الجوي أثناء سلسلة العواصف هذه إن تزامن خسارة الغلاف الجوي للمريخ بشكل كبير مع حدوث العواصف الشمسية في الماضي يدل على أن خسارة الغلاف الجوي للمريخ هي السبب الرئيسي في تغيير مناخه تجدر الإشارة هنا إلى أن الرياح الشمسية هي تيار من الجسيمات المنطلقة من الغلاف الجوي للشمس ويتألف من البروتونات والإلكترونات بشكل أساسي وتتحرك بسرعة تبلغ نحو مليون ميل في الساعة يستطيع المجال المغناطسي الذي تحمله هذه الرياح الشمسية أن يولد حقلا كهربائيا أثناء مرورها بالمريخ يقوم هذا الحقل الكهربائي بتسريع ذرات الغاز المشحونة كهربائيا في الغلاف الجوي العلوي للمريخ والتي تدعى الآيونات مطلقا إياها في الفضاء قامت مافين بدراسة تأثير الرياح الشمسية والأشعة الفوق بنفسجية على انخفاض مستوى الغاز في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للكوكب وتشير النتائج الجديدة إلى أن تآكل الغلاف الجوي قد حدث بشكل أساسي في ثلاث مناطق مختلفة من الكوكب الأحمر أسفل الذيل وهو منطقة ضدفق الرياح الشمسية وراء المريخ وفوق القطبين المريخيين في العمود القطبي ومن سحابة طويلة من الغاز تحيط بالمريخ حدد الفريق العلمي أن ما يقارب الـ 75% من خسارة الأيونات تحدث في منطقة الذيل ونحو 25% هي من المنطقتين القطبيتين مع مجرد خسارة بسيطة للأيونات من السحابة الطويلة تحتوي المناطق الأقدم على سطح المريخ على علامات تشير إلى وجود المياه بشكل وفير سابقا مثل علامات تشبه الوديان المنحوط من قبل الأنهار بالإضافة إلى الرواسب المعدنية التي تتشكل فقط عند وجود الماء السائل وقد دفعت هذه المؤشرات العلماء إلى الاعتقاد بأن الغلاف الجوي للمريخ كان أكثر كثافة ودفءا بما يكفي لتشكل الأنهار والبحيرات بل وربما حتى محيطات من الماء السائل تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن الباحثين لاحظوا في الآوينة الأخيرة باستخدام متتبع المريخ الاستطلاعي التابع لناسا ظهورا موسميا للأملاح المائية مبينا وجود مياه مالحة سائلة على سطح المريخ لكن بأية حال فإن الغلاف الجوي الحالي البارد والضعيف جدا غير قادر أبدا على دعم وجود كميات كبيرة من المياه السائلة على سطح الكوكب إن التعري التي تسببها الرياح الشمسية تلعب دورا مهما في حدوث الخسارة في الغلاف الجوي بل ويبلغ من الأهمية أنه يمكن اعتباره سببا رئيسيا في حدوث التغيير المناخية على سطح المريخ يقول جوغ ريباوسكي العالم المشارك في مشروع مافين التابع لناسا كما تدرس مهمة مافين عمليات أخرى تؤدي لخسارة الغلاف الجوي ومنها الخسارة التي تسببها الآيونات المصطدمة بالغلاف الجوي بالإضافة للخسارة التي تسببها عملية هروب ذرات الهايدروجين من الغلاف الجوي وهتين العمليتين تقوم بدور مساعد في عملية فقدان الغلاف الجوي إن الهدف الأساسي من بعثة مافين التابعة لناسا والتي أطلقت إلى المريخ في نوفمبر 22 عام 2013 هو تحديد كميات غازات الغلاف الجوي والمياه التي فقدها الكوكب الأحمر لتنطلق إلى الفضاء وهي أول بعثة من هذا النوع مخصصة لدراسة الدور الذي لعبته الشمس في حدوث التغييرات في الغلاف الجوي على سطح الكوكب الأحمر تعمى المافين على دراسة كوكب المريخ لمدة تزيد عن العام بقليل وسوف تكمل البعثة مهمتها الأساسية في 16 نوفمبر هذا العام ترجمة نانسي قنقر